بعد الضجة الكبيرة اللي أصارتها صورها واللي بتظهر فيها بعد لما فقدت تقريبا نص وزنها واللوك الجميل اللي ظهرت بيه وأبهر الجميع وجعل الكل يتساءل إزاي قدرت الفنانة تخص بالشكل ده وبالسرع دي وإيه السر وراء الخصصان الكبير ده الفنانة الكوميدية المحبوبة شايماء سيف في أول تعليق لها قالت مش حقية الصور مش حقية وأنا زي مرب نفس وزني وشكرت الفنزات بتوحها اللي قاموا بعمل الصور الجميلة دي من خلال تقنية الزكاة الاصطناعية شايماء قالت رغم إن الصور مش حقية بس بصراحة شجعتني إني أفكر إني أخص شايماء معروف عنها إنها بتحب الشوكولاتة جدا وكانت أكدت إن حبها الشديد ليها من أهم أسباب زيادة وزنها وقالت شايماء ليه نخص ونحرم نفسنا من الحاجات الجميلة ليه أحرم نفسي من البشاميل والشوكولاتة أنا كده أمر وكده أمر لو خسيت أمر لو ما خسيتش أمرين شايماء من وجهة نظرها إن الست مش بتفقد أنوستها مهما كان وزنها وإنها لا ترى على الإطلاق إن لازم إنها تنزل وزنها ولا تشعر بأي إحراج لزيادة وزنها وإن أهم شيء إن الإنسان يكون راضي عن نفسه وإن يعيش يومه بسعادة شايماء بتنتمي لموليد برج الأسد فهي ولدت في 7 أغسطس عام 1987 هي خريجة كلية التجارة لكن هي انصرفت عن مجال دراستها واتجهت إلى عالم الفن وتقديم البرامج والتمثيل بداية المشوار كان من خلال برنامج الكاميرا الخفية شيك رباص واشتهرت بعد كده من خلال مشاركتها في تقديم برنامج نفسنا مع الممثلة انتصار وهيدي كرام وبدرية طلبة الحقيقة البرنامج عرضته على موسمين متتاليين في عام 2015 وعام 2016 لكن بسبب نفسانة أحد مقدمي البرنامج تركت شايماء البرنامج لكنها أيضا من خلال البرنامج قدرت ان هي تتعرف على المنتج محمد كارتر وجمع بينهم قصة حب توجد بالزواج في عام 2018 وكان أول عمل فني لشايماء في عام 2013 مسلسل أسيا ثم توالت الأدوار والمشاركات حيث شاركت شايماء في أفلام عديدة منها نورة عيال حريقة تلاتين يوم عز عسل أبيض الباب يفوت جمل مهمة في فيلم قديم وأبو شنب مع الفنانة والنجمة الجميلة ياسمين عبد العزيز وكان أيضا فيلم الأرموتي في أرض النار مع النجمة أحمد آدم وبدرية طلبة بعد كده لو تكلمنا عن المسلسلات أكيد كلنا لسه فاكريل دورها في المسلسل الرمضاني حمد الله على السلامة مع النجمة الكبيرة يسرى ومحمد سروط لم يكن هذا هو العمل الأول الذي جمع بين شايماء والنجمة الكبيرة يسرى فقد سبقوا أن عملت معها في مسلسل أحلام سعيدة واللي شارك فيه أيضا غاد عادل ومي كساب يسرى قالت وقتها أن شايماء سيف قريبة جدا من قلبها الحقيقة كمان كان فيه مجموعة مسلسلات متميزة شاركت فيها شايماء مع النجمة المحبوبة دنيا سمير غانب منها اللالالالند وعالم موازي ونيلي وشريهان ولهفة مفيش حد فينا كمان مشفاكر زنبة زنبة ولذيذ شاركت شايماء في بطولة مسلسل في بيتنا روبرت اللي كان من بطولة هشام جمال وليلة أحمد زاهر وعمر وهبة صاحب شخصية لذيذ مجموعة أخرى من المسلسلات شاركت فيها شايماء منها الزوجة 18 مع النجمة حسن الرداد وسجن النسا وإمبراطرية ميم وصد رد ودورها طبعا وشخصيتها هبة في مسلسل يوميات زوجة مفروسة جدا مع داليا البحيري وكما شاركت كمان في مسلسل الكبير قوي ومسلسل ولي العالم